مرحبا طلاب شلونكم إن شاء الله تكونون بتمام الصحة والعافية اليوم هنبلش بالجزء الثاني من المحاضرة الأولى اللي هي بعنوان الدايغنوز أو التشخيص بداية هنحكي عن اللي هو فحص المريض احنا بالبداية بالجزء لأولادات البكرون اخذنا الهيستوري تايكينج اللي هو اخذ التاريخ المرضي للبيشنت هسه هنأتي على الفحص من البيشنت شون رح يصير هذا الفحص وشنوه اصلا الكلينيكال اكزامناشن الكلينيكال اكزامناشن in oral surgery should be systematic and should be always include the vital signs الفحص دائما بالأورال سرجاري لازم شي يكون يكون systematic يكون مرتب ومتسلسل يعني منظم and should be always include the vital signs يعني لازم دائما شنو يحتو على اشياء مهمة اشياء مهمة نعرفها بهذا الفحص شنو هي هالاشياء like body temperature pulse rate blood pressure respiratory rate يعني مثل درجة الحرارة من المريض مثل نظر القلب مالته مثل يعني ضغط الدم لازم نقيس ضغط الدم ورسپاريطر رايت اللي هو يعني التنفس من المريض او نسبة الاوكسجين عنده لازم شنو دائما عندنا عندنا نظرة عامة على النصين والانسان هنا نعرف ان الانسان عنده نصين متناظرين يعني دائما يكون متشابهين ايدا اليمنى تشبه ايدا اليسرة او عين اليمنى نفس عين اليسرة فلازم دائما نشوف الجانبين كون متساويات او متماثلات هنا نعودكم هالي clinical examination tools ها هي الادوات اللي نستخدمها بالفحص دائما بالجراحة اللي هي عدنا الميرر المراية مثل ما دا شوفوها وعدنا التويزر هذا الملقط اللي هو نلزم باشياء مثل شي وقع بحل المريض او في تشيري دون طلعة مثلا بالتويزر والبرول اللي هو مثل اداة حادة مثل ما دا شوفوها بالصورة ها نستخدم عدة استخدامات مثلا نسوي ودتكشن للدينتال كاريز يعني مثلا نشوف بيها التسوّسات العمق مع التسوّسات مثلا لي وين ممتده وهكذا نجيس على الشيء المهم بهذه المحاضرة هذا يجعل يمسكيوات كل شو هايه اللي هو الميثود لدينا أول طريقة للتسوّسات 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 هي الإنسبكشن أو الجهلة الأسئلة نقول لها مثلا انت شنو بيك أو الصاير لك ذات مي بروفايد بالوجه أو بالعين وهكذا مثلا عند تقرح مثلا عند سكار أو عند تشوّه معين أو مثلا فاقت في الجزء معين من وجهه مثلا لحمة طايرة أو هيد شيء هذا لازم دائما نشوفه بعيننا يعني هي هاي طريقة الإنسبكشن بصورة عامة هي شنو؟ هي جنو؟ هي جنو؟ يعني ننظر للبيشن بصورة عامة ونشوف شنو بيه اكفت شيء عامة يعني مو طبيعي نشوفه بعيننا هي هاي طريقة الإنسبكشن الطريقة الثانية عندنا هنا الـ نقرح 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 وراما كمان الإنسبكشن راح نجي نتفحص المريل بالفينجر برنت اللي هي بالأصابع نجي بأصابعنا ندوس على المنطقة اللي بيها مثلا عن انتفاخ أو عن المنطقة اللي بيها سن يتحرك يتقلق مثلا مثلا و هكذا بالفينجر بيها نقرح 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 هذا البلبيشن هاي الطريقة ستضطينا معلومات كل مفيدة مثل حجم هذا الـ الانتفاخ أو الـ نقرح نقرح تكون مثلا سائلة تكون جلاتينية وصلبة وحرارة هاي المنطقة فنتعرف على عدة معلومات عن طريقة البلبيشن فاستحنش عندنا عندنا الانسبكشن هو نظرة عامة للمريض نشوفه بيها البلبيشن لا نجي نتلمس الشيء اللي يكون أبنورمال أو الشيء المطبيعي نجي السحن على البروبين إذا بالببين هي المطبيعي مع مطبيعي والأسنان أحد من المطبيعات التكريم المطبيعي هي المطبيعي للمطبيعي المطبيعي للمطبيعي للمطبيعي ما هي أداة؟ يعني استخدم أداة وياها وهي واحدة من أهم الطرق بالتشخيص عندنا في طب الأسنان عندنا اللاكنمالبروب هنا نضيحش عنها اللاكنمالبروب وعدة استخدامات نستطيع استخدامها بها طبعا نحن نسوي بها تكشن الكيريز مثل ما ترون بالصورة كيريز ونشوفها بها نشوف الديبث مالتا والإكستنشن ليوين ممتد مثلا ونشوف بها الجنجيفال مثلا بالصورة الثانية كما ترون هنا نشوف عمق اللثة ليوين يعني متراجعة ليوين نازلة حتى نعرف كيف نشخصها أضافة لذلك نستخدمها بشنو نستخدمها وفحص الغدد 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 وغيرها من أنواع الغدد ومرات قد نستخدم قد نستخدم القوتا بيركي على موت هم نعرف مثلا عمق اللثة وهذه الشغلات الأخرى هنا نشعد ناسده يقول البروبين used for هنا شنو فوائد البروبين أو شنو استعمالات البروبين هي هاي الطريقة من البلبيشن used for detection of dental caries حتى شنو نشوف الكاريز لي وين ممتده used for measured the gingival depth على موت شنو على موت شنو نشوف عمق اللثة شقد شقد متراجعة كناسوا عندهم تراجع باللثة إذا شايفيهم فنشوف اللثة شقد متراجعة عن طريقة البروب used for examination of part of the gland and sub mandibular gland على موت شنو على موت نفحص الغدد اللي موجودة عدنين هس نجعل الطريقة الثالثة اللي هي the percussion the technique of striking the tissue with the fingers or on instrument أو شنو هذا التكنيك نجي فد أداة معينة ونضرب بها على هذا النسيج اللي بيفد شي معينة مثلا بـ swelling أو bleeding أو هيد شي نضرب عليه بهاي الأداة مثل شنو مثل handle of the mirror يعني الميرر اذا شايفيه مو الميرر من فوق رأس الميرر لا يعني الهندل المكاني اللي لزمة منعتها نضرب به على المكان The examiner listens to the resulting sounds and observe the response of the patient طبعا شنو الشخص اللي يضحص أو الطبيب رح يسمع بعض الأصوات ويلاحظ استجابة المريض لهاي الضربات مثلا من تضرب على المكان قد يوجع سوي لـ pain أو سوي لـ bleeding مثلا فالتلازم تشوفوا شنو هيصير لي extra-auraly is often used to detect tenderness in the frontal ad maxillary by tapping the fingertips against a finger placed over the sinus طبعا extra-auralي هم نقدر نستخدمها مو بس في منطقة intra-aural يعني مو بس على الأسنان أو الأشياء الداخل فيهم الا extra-aural هم نقدر نستخدم طريقة الـ percussion مثلا نشوف أي تندرنس مثلا في شيء طالع لنا مثلا انتفاق صاير عندنا بالـ maxillary sinus لبرا صاير نقدر نضرب عليه بهذه الأداة أو عن طريق أصبعنا نقدر ندوس على منطقة maxillary sinus أو frontal sinus من برا ندوس عليها فهم نشوف انه يحس بألم أو يصير لفتشي معين و هكذا intra-auraly is used to evaluate the teeth by tapping the teeth with the mirror handle طبعا نجلنا extra-auraly على maxillary sinus على السينوس نقدر نفحصها اما انترا-auraly فنستفاد من هذه الطريقة بشنو تقييم الأسنان نشوف هذه الأسنان شنو مثلا هي vital teeth non-vital teeth عن طريق شنو نضرب على هذا السن قلنا بـ handle with the mirror this technique may induce pain in the area of inflammation from periodontal diseases or peri-epical abscesses هذا التكنيك ش رح يسوي رح ينتج عنه ألم ألم بالمنطقة الملتهبة أو منطقة مثلا الملتهبة من الثهم رح يصيبها ألم أو رح يخرج عندنا أبسس أو بص رح يخرج خراج من هاي المنطقة اللي نحن نضرب عليها أصلا الطريقة الرابعة عدنا هنانا اللي هي الاسكوليشن طبعا الاسكوليشن هي أقل طريقة استخداما هسا رح نجعلها المعلومة is the act or process of listening for sound within the body هي شنو هي عملية استماع للأصوات الموجودة بالجسم أو بهذا الأبنورمالة اللي احنا دنفخصها Like شنو اسكوليشن to the clicking in the temporal mandibular joint TMJ مثل استماع الصوت التقليكينج مال TMJ طبعا تأخذتوها العام بالاناتومي عندكم TMJ joint هذا هو المفصل المرتبط بالماندبل سيطلع مرات بي شنو يصر به clicking يعني يقوم يطاك طاك اكو صوت معين بس ما تقدر تسمع هذا الصوت انت تسمع شنو by the use of the stethoscope هذا الستيثوسكوب مثل جهاز تقدر تسمع هاي الأصوات الزغيرة الجوة حتى تعرف اذا اكو problem بالTMJ اسكوليشن تكنيك is rarely used in dentistry هذا الاسكوليشن تكنيك اللي هو الطريقة الرابعة اللي عدنا في الطرق من الفحص هو أقل أو أكثر شي نادر لاستعمال الطب الأسنان يعني نادر ما نستعمل هذا التكنيك فهي المعلومات البسيطة يحبوهم وبالامسي كيوات شنو أكثر طريقة من استخدمها شنو أكثر طريقة شائعة بالاستخدام وهكذا هاي كون تركزون عليها الآن عدنا types of clinical examination عدنا نوعين من clinical examination مثل ما تشوفون extra oral examination و عدنا intra oral examination اللي هو الفحص الداخلي داخل الفم والفحص الخارجي طبعا الفحص الخارجي يضمن عدد شغلات مثل الصورة على الجلاند الموجودة عند هاي المرة و كذلك intra oral examination الفحص يكون داخل الفم نجي أول شي على extra oral examination objective of extra oral examination شنو الفوائد أو أهداف extra oral examination أول شي عدنا to evaluate any general abnormalities and in particular those of the head and neck region على مدن قيم الأشياء المطبيعية الموجودة عند هذا الشخص extra orally من الخارج خصوصا بالمناطق من الهيد والنك اللي هي منطقة الرأس ومنطقة الرقبة ثنيا to look for signs and symptoms of the patient that could influence diagnosis and treatment على مود ندور على شنو أو نبحث عن الأعراض والعلامات الموجودة على هذا المريض حتى تساعدنا بالتشخيص والعلاج ما لهذه الحالة الآن لدينا بمجموعة الطرق The examination include أول شي عدنا general examination general examination general examination of the patient including his posture gait facial form nutritional statue habits speech skin hair nail and all exposed parts of the body طبعا صارت عليكم ما شوية هوسة general examination هو الفحص بصورة عامة هذا واحد من أنواع الاكستراورال examination شوني دا يقصد به ذاني يعني يضمن لك مثلا his posture gate مثلا الوقفة مالته مثلا شو ينام عدل أو لا يوقف المشية مالته مشية صحيحة ومو مشية صحيحة facial form اللي هو وجهك شكل وجه مالته nutritional statue اللي هي يعني تغذيته أو حالته الغذائية أنه يأكل زيان ما يأكل زيان العادات الكلام مالته شعره مثلا أضافره بشرته هاي كل هالأجزاء الموجودة الخارجية لبرة احنا لازم نسوي لها general examination لازم نفحصها فهذا أول جزء أو أول نوع من الاكستراورال examination ثاني نوع عندنا هو examination of head include TMJ lymph nodes sub-mandibular sub-mental salivary gland parotid and sub-mandibular gland etc هاذا شو رح نفحص بهذا examination of head اللي هو فحص الراس رح نفحص به شنو lymph node عدنا TMJ الجلاندات بأنواع salivary sub-mental sub-mandibular وهكذا bones of skull with sinuses مثل maxillary sinus ear eyes and perioral tissues نفحص بها شنو عظام الجمجم اللي هي الفك العلو والفك السفلي ونفحص بها sinuses والعيون والاذن هي هي كلها منطقة الهد وهذا يسمى examination of the head النوع النوع السالث من examination اللي هو examination of the neck هو فحص الرقبة include thyroid gland lymph node cervical node interior and posterior طبعاً لدي كلهم العفو مرات كل هنا عليكم بإذنية اللي هنا thyroid gland lymph node interior node الرقبة ذني كل هن الأشياء أو يعني أجزاء موجودة وين موجودة بمنطقة الرقبة and other midline structures and muscles that neck should be inspected for a midline or lateral swelling scar or any inflammatory lesions palpated for thyroid enlargement or cervical lymph node enlargement أو أي تركيب ثاني أو تراكيب موجودة بالخط الموجودة بالوسط بالرقبة أو على الجانبين شبيه مثلاً بي swelling بي scar بي inflammation بي lesion يحتاج إلو أنه نسوي لها palpation رجعنا على طلبة بالخط الموجودة يعني عندنا مثلاً في انتفاخ معين في التهاب معين في هذه المنطقة من النك هل لازم نسوي لها palpation أو مثلاً عدنا thyroid enlargement مثلاً التهاب بالغدد أو cervical lymph node enlargement مثلاً النفنود تكون شوية عدنا شنو بها يعني كبرانة بالحجم تكون أو منتفخر فهذا كله يندرج ضمن الفحص في منطقة النك أو examination of the neck The TMJ pulpated for any clicking or pain and asking the patient to open and close طبعاً هنا هم رح نفحص TMJ حتى نتأكد من عدة ولا TMJ المفروض من منطقة الهد يعني أو نفحص أو طبعاً هنا هنا هاي ملاحظة مهمة أو معلومة مهمة اللي هي الترزموس الترزموس ستجب لكم الأمسيكيوات ستشوفون يجيب لكم عدد اختيارات فالترزموس هو معنى أنه يعني أكو الميتيشن بالأوبنينج يعني المريض ما يقدر يفتح حلقة بشكل كامل ما يقدر يفتح حلقة لأحد معين ويوقف ماكو بعد ما يقدر يفتح حلقة بصورة طبيعية لآخر حد فهذا يسمون الترزموس نجي على الطريقة الرابعة أو يعني النوع الرابع من الاكستراورال اكزاميناشن اللي هو الايز اكزاميناشن نفحص العين يجب أن يفتح حلقة لأكزاميناشن أو بروبتوسيز طالور أو كونجكتايب نحن نفحص هذه العيون رح نشوف به شنو مثلا رح نفحص الجحوف أو الشحوب مالتها هو الاكزاميناشن أو بروبتوسيز مالمنو ما القرنية ما العين رح نشوف انه هي جاخذة مثلا شاخ بي داخل الي جو ما ينديكيد انيميا هذا رح يدللنا على انه شنو عدنا انيميا هنا بينما السكليرا OF The Eye should be also examined yellow discoloration may indicate a hepatitis or obstructive jaundice liver diseases هنا العين لما يكون لونها أصفر ونحن نفسها أما يكون صفار قوي بها العين مثل ما تشوفونها بالصورة صفار كل شي قوي وانا يدل على شنو انه اكون hepatitis ونحن نشوف الكبد أوعدنا مثلا ابوصفار اللي هو الجوندس ونحن نفسها مراضي الكبد liver diseases هاي هم من شوية مهم ما ركزوا عليها نجيسة بعد ما خلصنا الاكستراورال اكزاميناشن أربع طرق مالاته من اللي قلناهن أسه نجعل انتراورال اكزاميناشن انتراورال اكزاميناشن هم بعد الطرق هنذكرها شن الفوائد مالتا و شن الوبجيكت مالتا To detect soft tissue abnormalities حنا بداخل الفم عدنا مجموعة يعني soft tissue مثل ما تشوفون بالصورة عدكم عدنا مثل soft pellet عدنا التانج عدنا الميوكوز الفول للاخر هيتو ماخذيها بالامبريو وبالاناتومي To evaluate the status of the teeth and other heart tissues على مدى نقيم شنو حالة الاسنان والheart tissues اذن هن وضيحتين انتراورال اكزاميناشن او فائتين انو نشوف الانسجة الرخوة نشوفه نبحثها والانسجة الصلبة اللي هي مثل الاسنان انتراورال اكزاميناشن consist of evaluation of the following areas in systematic ways هذا الانتراورال اكزاميناشن رح نستفاد منه في فحص الاجزاء الداخلية كله كم الاجزاء منها الاسنان منها يعني اللثة منها العضلات الماضغة اللي هي muscles of mystication اللي تماخذيها lateral and medial muscles مثلا الدكتس من البراطيدي والساليباري جلاند اللي هي القنوات من نغل اللعاب لداخل الفم من الساليباري جلاند مثلا الفلور of the mouth اللي هو سطح الفم وكذا الاخره إذن يكلهن ينرجم بالفحص intraoral examination should begin with the observation of the mouth for extent or deviation طبعا هنا قبل ما نفحص اتراورالي لازم يشوف يعني الopening من mouth of patient لازم يشوف يعني انه يقدر يفتح فم بشكل كامل او لا the extent of the opening it is averaging between 35 to 55 مليم نحن لازم الفتحة مع الفم والمريف يعني حلقة من يفتحة مثل ما تشوفون بصورة قدامكم حلقة من يفتحة لازم يكون الرينج يعني المسافة بين upper lip والlower lip لازم تكون عدنا ثلاثة اصابع تقريبا او اربعة اول يعني من 35 الى 55 مليم and usually described in terms of the width of the patient fingers من ثلاثة الى اربعة اصابع نانا اما هي من 35 الى 55 مليم تكون المسافة هاي او تكون شنو ثلاثة او اربعة اصابع من اصابع البيت نفسه يعني اصابعة يخلي ثلاثة اصابعة او اربعة ونشوف المسافة والفتحة والفم حتى نشوف انه هي طبيعية او غير طبيعية fingers opening then we look for the oral hygiene whether is good fair poor or very poor وراء ما شفنا انه فتحة طبيعية فتحة فم ما عنده رزمص مثلا او مشاكل معاينة بالTMJ نانا ما سنفعل سنفحص مؤلته oral hygiene اللي هو البيئة الفموية من هذا المريض سنشوف انه هي زينة مو زينة مثلا مثلا مدخنين غير المدخنين اللي يأكلون وميفارتون حسب كل انسان يختلف عن الثاني we use the mouth mirror to reflect or retract the cheek and the lips نانا هذه المعلومة لطيفة حلوة نستخدم الميرور نحن على مود نسحب منطقة الخد او منطقة الشفة مرات نشوف الاسنان والشفة او الخد منطقة الخد تعيقنة ما تخلينا نشتغل او ما تخلينا نشوف شونه في هذه الاسنان فبالمرور رح نسحبهن لورا طبعا مو قوي حتى يعني منطقة الاسنان على مود نقدر نشوف دائما شنو الاشياء اللي نحتاج ها with the good light طبعا وينضوه حتى نقدر نشوف نشوف مثلا مثلا يعني سطح المريض نشوف سطح الحلق ما المريض نشوف 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 مثلا حمرار انتفاق يعني كبرانات و هكذا The ventral lateral dorsal aspect of the tongue should be examined for the presence or absence of papilla fissuring ulceration growth endurations limitation and extraction and lateral movement هنا لازم دائما شنو ال ventral هي الجهة يعني البطنية والجهة الداخلية والجهة lateral والdorsal aspect lateral الجانبية مو لازم دائما منطقة اللسان نفحصها مو نفحص انه اكو papilla و ما اكو اللي هي البراعم الموجودة على اللسان مثلا اكو alteration اكو growth enduration مثلا يعني اكو تقرحات او التهابات على هذا اللسان مثلا او اكو movement مثلا حركة مطبيعية بهذا اللسان و هكذا لازم نبحث اللسان من كل الجوانب ماته ميوكو الاسنان 4 طرق من الفحص اكو اسنان تتقلق المثابة بمكان هنا وتتحرك I retained roots I retained deciduous teeth يعني هنا لدينا retained roots و ما اقول تلكماني crown لا يوجد الروت باقي يعني جدور عالق جو ويالعظم يجب أن نطلعها سمو retained roots I retained deciduous teeth سن لبني باقي مطالع يعني مده ينقلع ومده يروح لدينا malpost teeth mobility of the teeth classified as a no marked or gross attrition exposed dentine exposed roots curious lesions هذه تحتاج كلها vitality tests cold application or pulp tester etc نانا اجد اقول نانا عندنا مجموعة اشياء هم لازم يشوف مثلا عندنا الاسنان اللي بيها mobility مثلا عندنا gross attrition اكو attrition بالاسنان مثلا بالدنتين attrition اللي هو شوية السن يكون محكوك يعني اكو تكاكو السن السن ينحك بسن او او بقوة تاكل في السن يصير بيه attrition او attrition من chemical يعني من chemical material فرح يصير لعدنا تاكل بالسن نفسه فهذا يسمى attrition اضافة الى kerial's lesion انه انه عندك تسوسات ونسوي فالشيء اسمه vitality test او vitality test vitality test هذا يعني مثلا شو نقلكم نشوف انه مثلا الاشياء الحارة تؤثر على pulp مثلا دائما مرات من نشرب شيء حار او شيء بارض مثلا راح نحيص انه اعني اكو وجع انتوجع من هذا الشيء نشرب ماء حار او بارض كل واحد حسب هذا يسمى vitality test او الكتري pulp مثلا اكو توصيل كهربائي بين الاسنان مثلا نتيجة وجود حشو معدنية او شيء طبعا مثل ما قلنا نحن راح نقيس هذا السنت راح نشوف طريقة البركاجن طريقة البروب عن طريق البروب يعني البروبين راح نشوف بالانسترومنت نشوف مثلا اكو تندرنس اكو اكو احمرار اكو طالع مثلا في الانتفاق معين او اكو حساسية بهذا السنت طبعا هنا اي منطقة تكون الدنشولوس اللي هي المنطقة الما بيها سن او مثلا سن مقلوع من مكان لازم هاي شون نقول كم درايد يعني تتنشف مو عن طريق قطعة من القطن نخليها وين نخليها منطقة الريتين روت على هالمنطقة حتى النشف ما يبقى مثلا سلايف او بلاد او هاي شيء او يحصل المترجم المترجم سا smoke المترجم 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 أخير المعرف المترجم 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 و الـ position و الـ TMJ دائما يكون صحيح الـ occlusion هل هو occlusion صحيح او مثلا اكسن شوي طالع سمطاب يعترض عملية الـ occlusion وهكذا نجي السعاء الـ investigation احنا شخلصنا خلصنا اول شيء عندنا history taking النوب خلصنا clinical examination history taking كان بالجزء الاول اخذنا والنوب clinical examination وهو فحص المريوب هسنا نجعل investigation اوه هو يعني انه نسأل المريوب نسأل مجموعة اسئلة حتى نعرف شنو عنده من مرض types of investigation نعدنا اول شيء radiographical examination راح نفصه عن طريق شنو الراديوغراف عن طريق الاشعة او inspiration اللي هو راح نسحب منه fluid من في الـ swelling معين داما نشوفون مرات عدكم تطلع لكم مثل انتفاق يسموه احنا نسميه بالعامية البطباطة تطلع بطباطة من الايد او هيد شيء يكون بيها متجمع سائل اذا شايفي سائل يكون اصفر او هيد شيء هذا شنو راح نسحب نسأل الaspiration هاي بغير مناطق هم اكو swelling لازم نسحب هاد السائل حتى نتعرف على شنو هذا الابنورمالتي عدنا الbiopsy اللي هو شنو هو اللي نعرفه احنا للخزعة اللي هو ناخذ مسيج حي نقطعه من جسم الكان الحي او من الانسان حتى نحلله عدنا بالمختبر ونشوف شنو بيه من مرض معين patient record هنان راح ناخذ يعني شون اقول لكم من الpatient ناخذ مجموعة اقوال او مجموعة شغلات او مجموعة اسئلة يعني نسجل له بعض الاشياء اللي يقولها هو حتى نعرف من خلالها هذا المرض laboratory test نازل عزم نسوي فحوصات مختبرية داخل المختبر والvitality test هذا اللي حتشيني عنا قبل شوية وهذا شوية مهم تركزون عليه اللي هو نشوف مثلا الاسنان تتأثر بالاشياء الحارة وبالاشياء الباردة هزا عدنا اول شيء radiological examination اللي هو شنو هو هو فخص بالاشعة is one of the special methods of examination which mostly used in the oral surgery هو واحد من الطرق المميزة بالشنو بالفحص نستخدمه بمادة oral surgery to provide information about heart and soft tissues that are hidden for eye which aid in diagnosis هنا نورح يوفر لنا معلومات عن شنو عن الانسجة الصلبة والنعمة أو soft tissues اللي احنا ما نقدر نشوفه تكون خفية عن عين الإنسان يعني بعيننا المجردة ما نقدر نشوف هذا الشيء بس نشوفه بمنه بالاشعة and to evaluate the progress of the disease حتى شنو نقيم نتقدم لهذا المرض انه يزيد يقل هذه بمادة الأشعة أو بالأكسري رح تأخذون هذه الشغلات رح تأخذون أنواع يعني الأشعة التابس من الأشعة أدكم أشعة أكسرا أورالي وإنترا أورالي يعني داخلية وخارجية من برة تنوخذ بهذا أن الأنواع ذني بالأشعة حتتعرفون على تفاصيلهم أكثر لأن الperiapical ووعدكم الأكسرا أورالي والسيتي سكان والأم آر آي إذا نكون نحتاج من تفاصيلهم بمادة الأشعة بإذن الله نحن نجعل فيتالي تيست فيتالي تيست هذا نسوي للأسنان حتى نعرف أنه تتأثر بالأشياء التي تدخل للفم يعني أشياء الحارة الأشياء الباردة مثلا الكتريك البوب تيستر مثلا كما كاتب خلي أداة حارة على السن حتى نعرف يتأثر بالأشياء الحارة أو لا خلي مادة الأثيل خليها وين عسن حتى نشوف أنه يتأثر بالبرودة أو ما يتأثر هنا راح نشوف أنه تلصي الكهربائي بين آتن مثلا كوا عم سوي تقويم عند حشوات مثلا أكو مثلا يعني شون أكو مثلا يعني كهرباء تصربين الأسنان أو نتلة يحسبيها بمريض استخدمها حتى نشيك شنو حيوية هذا السن واستجابته للأشياء خارجية عندنا سلبيوبسي مجموعة أو قطعة صغيرة نأخذها من منطقة الليجين أو المنطقة اللي بيها هذا التشوه أو الالتهاب مو حتى شنو حتى نفخصها هي histopathology examination البييوبسي بييوبسي هي histopathology نحن عدنا عدنا الباثو والهستو باثو العلم الأمراض بينما الهستو هو علم الأنسجة الطبيعية فنحن هنا هو histopathology examination نفت شي حي دن قصة ودن يعني نفحصة تحت المجهر أو الأجهزة مو المختبر بينما إذا كان patho فهو ما هيكون بايوبسي هيكون خزعة أو خلايا ميتة فإذن البييوبسي عبارة عن histopathology examination هاي مهم شوية بايوبسي كده incisional excisional or exfoliate cytology إذن أنواع للبييوبسي أو الخزعة إذن يتأخذون طبعا بالpatho بمادة pathology إذن تكون لكو بيها نوع مثلا عندك incisional أو excisional يأخذ جزء معين من الليجن أو التهاب أو التشوه بينما excisional يأخذ الليجن كامل يأخذ بشكل كامل يقص لا يأخذ جزء من عدة إذن استخدم لإنشخص بإنشخص هذا الليجن أو التشوه الذي ساير عندنا سنجعل expiration سحب اللي يعني الفلود أو السائل من داخل هذا الليجن وراح يساعدنا بالتشخيص مثلا expiration of pus indicate uninflammatory process like abscess or infected cyst مثلا إذا سحبنا مثلا البص اللي هو الخراج من طلعنا من طلعنا من السويلن مثلا راح نشوف النوق عملية مع التهاب ونفلام metropolis process like abscess راح يطلع عندنا خراج هذا اللي إش هذا لأن هذا infected cyst نحن نسحب من فتش ملتهب أو فتش مثلا بخراج فمن السحبة هنحلله أو نفخص بالمختبر وهنعرف هذا شنون aspiration of yellow fluid may indicate a cystic legion إذا طلعنا yellow fluid راح يكون السائل أصفر هذا يدللنا على أنه هذا cyst هذا سيكون cystic يعني هذا مو بالblood vessels ما حيكون باللوعية الدموية بينما aspiration of blood may indicate the vascular lesion like heumano genoma هذا شنون إذا إحنا سحبنا دم من هذا اللي طلع دم عندنا ما طلع سائل أصفر فهذا يدل على أنه عندنا vascular lesion عندنا تشوف بلوعية الدموية وخلل معين هنا مثل heumano genoma عندنا aspiration is one of the method used in aspirate fluid from swelling for evaluation the nature of that swelling which may assist in diagnosis هنا هذا التعريف الصريح لهذه العملية الهي aspiration هو نسحب aspirate fluid ونسحب السائل من الانتفاخ هذا نسحب السائل من حتى نقيم طبيعة هذا swelling ونعرف لماذا اجي او لماذا صار حتى ندقنز سوي لديا diagnosis الانتفاخ الابراطوري test طبعا هي التحاليل المختبرية تدانم كلما تذهبون الطبيب ومثلا جدكم والدتكم ما بهم الصحة والعافية قد يذهبون الطبيب تشوفون انه ش رح يسوي لهم باكتريولوجيكال examination تحليل مال البكترية هيماتولوجيكال examination التحليل مال الدم يورون انالايزز المختصر مال تجوي تحليل البول البلد كيمستري and سيريولوجيكال اكزامييشن اللي هو شنو هو يعني مال البلد والسيريولوجيكال اكزاميشن فهذا رح حللنا دم هم نفس الشي امصال دم وهي شي هالفحوصات culture and sensitivity test طبعا هذا الحساسية فحوصات مالحساسية نعرفها all these tests or any one of these tests might be order to add on and confirming our diagnosis واحد من هاي الفحوصات اكيد حيبين لنا شنو هذا المرض المصاب بالpatient او الدعاني من عده او قد تكون جميع التحاليل مفيدة داخل تشخيصنا patient record patient record هو انه نسجل للمريض هذا المريض نسجل لشنو الشغلات الموجودة به مثلا او شغلات اللي عندي بسعب عدة الطلب ولا فوائد معينة اسوى شي ضمن patient record it consists of a case sheet هاي اول شغلة نحتاج case sheet نسجل به اللي شفته بالمحاضرة السابقة حتى نكتب معلوماته all radiographs اللي هي ماتل شحة لازم نشوف بشكل كامل all investigation papers and referring papers نحن لازم نشوف الاوراق مال هذا المريض ونشوف شنو به مثلا يعني به عند هذا المريض وهكذا هس نجح objectives and benefits نحن الفواد من patient record شو رح نستفاد من عدة test and diagnosis of the disease هو رح يساعد نه بتشخيص المرض for follow up and future checking علمود شنو علمود المراجعة بالمستقبل انت من رحة للطبيب رح ترجع مرأ لخ للطبيب ورح ثلت شهور أربعة ست شهور رح ترجع لها من جديد فاي سمو ه follow up المتابعة زائد شنو التشيك بالمستقبل حتى نعرف نحن حللنا ونسوي نا قبل for statistical analysis هاي التحاليل الرياضية يعني نحلل ونسجل أرقام أو كتابات أو هل قد ب هل قد حجم ال انتفاخ وهكذا for studies and education نعلمود فون شنو هاي الاشياء تصير عند هذا المريض for medical legal purposes طبعا هاي وثيقة قانونية تكون قدام هذا المريض بعدين صار مرض أو صار فتشي وجاب العشيرة وجاب فلان وفلان وأبو فلان وصارت مشكلة فهي هاي يسموها medical legal purposes اللي هي وثيقة قانونية حتى شنو تحمي قانونيا من انت لم تساوي خطأ طبي وهذا patient الى هنا طلاب تنتهي محابرتنا والجزء الثاني من lecture الأول إن شاء الله تكون افتمت المحابرة بصورة كاملة وابحة ركزوا بها زين اقروها هي حلوة ما بيه شي المحابرة إن شاء الله ألتقيكم عن المحابرات القادمة بإذن تعالى